بتذهب للأخصائيين زي دكتور إيمان كده بتعرض الحالة وقد يكون عندها إجابة من منطلق اجتماعي المنطلق الديني لو جيل حضرتك حد بيعاني من هذه الأزمة إزاي بيكون الرد وإزاي بيكون العلاج والله الحالات ديت برضو بتعرض علينا كتير جدا يا أستاذ الشام وهي موجودة في المجتمع وزي ما تفضلت الدكتورة هذا الموضوع شائك ومهم جدا وإحنا بنشكر حضرتكم على تختار الموضوع ده والموضوع ده أستاذ الشام عايز ثقافة ووعي في كل المؤسسات لأن إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع إحنا طبعا الزوج هو بيبقى شايفة قبل الزواج أميرة ملكة ملكة جمال وبعد الزواج بيتغير الأمر 180 درجة حضرتك أنت عايزها أمى كلها عبد عايزها أرض كلها سمى هي تركت الأب والأخ والعم والخالة والأم والأخوات كلها أنت كل ده ولابد أن احنا نبين لهم أن الزواج تكافل والزواج مشاركة والزواج حب ويبنى على المودة والرحمة فلابد أن يكون فيه مودة ورحمة أنا طبعا اتعرض علي مشكلة زي دية يا أستاذ الشام اتنين عايزين ينفصلوا بعد فترة من الزمن فترة من الزمن فيها جفاء فيها جفاء كل واحد في مكان والأتنين قاعدين طبعا بعد سبح سنين زواج والأهل جايين واستدعوني علشان أعود طبعا ممكن أستأذنكم أعود معاهم سبع دقايق كده أو عشر دقايق لا احنا خلصنا كل حاجة بس هتقول لنا بس حقي إيه وحقها إيه في العفش طب أعود بس معاهم بس يعني دقائق معدود فاخدتهم كده على جنب ورحت طبعا مطلع وراء وقلم للزوجة وراء وقلم للزوجة وقبل ما نتكلم طبعا كل واحد يروح لحاله بس ربنا قال وإني أتفرق يغني الله كلا من ساعة وربنا يرزقك بخير منه ويرزقك بخير منها بس اكتبي لي عشر حاجات في السباح سنين ديات انت شفتها حلوة فيها إيجابيات وانت اكتبي لي عشر حاجات إيجابية كده شفتها حلوة فيها بتحاول ترقى القلوب وحضرتك طبق الورقة ودها لها وانت طبق الورقة ودها لها فكرة حلوة طبعا لغاية اللحظة ديات يا سيد شام أنا معرفش اللي مكتوب في الورقة إيه هو كتب الحاجات ديات وطبق الورقة ودها لها وهي بتقرأ لقيت الدموع نزلة وهو عمال يقرأ لقيت الدموع برضو وقال لها أنا آسف أنا آسف جدا وأنا طبعا شريها وأنا ما قدرش يستغنع عنها وهي قالت أنا مش عايز أتطلق قلت لهم طب اتفضلوا احنا كنا في بيت أبوها اتفضلوا على شائطكم ما وفي أهالي بتشعل الموضوع في أهالي ما عنداش الحكمة الزوج طبعا الزوج بكى من شدة الفرح وقال لي ربنا يبارك لك احنا محتاجين كلنا كده يا سيد شام كل المجتمع ده ربنا اللي قال كده فبعثوا حكما من آله وحكما من آله إن يريد إصلاحا يوفق الله اللي هو دينا اللي هو دينا